العالم دلوقتي ابتدى يبقى فيه شعار الست ماري مونيب هلا هلا على الجد والجد هلا هلا عليه يعني ايه؟ يعني احنا انتقلنا من مرحلة الطعم يا حبيبي اعمل اجراءات احترازية يا روح ماما البس المسك يا روح دادي ده كان في مرحلة سابقة دلوقتي مفيش الكلام ده وانا لا اتحدث عن انظمة يعني غير متقدمة فكريا او صحيا لا اتحدث عن انظمة هي تتيح ما يسمى بالحرية الشخصية وانه الناس تختار ليه عذاب انما فجأة الاسبوعين اللي فاتوا لانه الارقام ابتدت تخفز تخفز بشكل كبير في اوروبا وفي امريكا هلا هلا على الجد والجد هلا هلا عليه محدش مستعد انه يدخل في لوكداون تاني يعني محدش مستعد يدخل في اغلاق تام مرة اخرى الاقتصاد العالمي لا يحتمل يعني هم ما بيفكروش في فكرة الصحة واصلوح الناس هتتعي لا 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 خالص يعني انا عايز اقول لحضرتك انه الناس واضحة جدا احنا بنفكر انه لو قفلنا حيافل على اسبوع العالم ولما ييافل على اسبوع العالم ده مسألة دمها تقيل جدا عايز اوري حضرتكو عدد من الامثلة البسيطة اللزوزة علشان بس عدراتكو تفهموا انه العالم خلاص تعدى مرحلة اللطافة والزرافة خلينا نشوف في النمسا النمسا قالت انه الايام القادمة ممكن تكون فيها مشكلة كبيرة للناس غير المطاعمة احنا حنشدد الاجراءات على غير المطاعمين خد بالك دلوقتي بقى العالم منقسم الى فستاتين فستات متطعم وفستات مش متطعم اللي مش متطعم ده هيشوف ايام اسود من رول الخروب انا بقول لحضرتكو خبر انا مش بقول لحضرتكو استنتاج ولا توقع اللي مش متطعم في العالم هيشوف ايام اسود من رول الخروب لحضرتكو شاركو جول Strab شكرا جول